من حكام الدور السعودي حلينا نسمي الأسماء بمسماتها بشكل واضح وصريح لأنه ما ينفعش إلا الوضوع طلع الصديق العزيز السيد أحمد عفيفي وقال لك أن أنا قلت أننا عايزين يكون من حاكم الصف الأول في أوروبا وما يكونش بيشتغل أو بيدير في الدور السعودي قال لك تم الدور السعودي بيجيب حكام النخبة الأوروبية ألام جميع أوكي السعودية كدوري ما احتكرش كل حكام النخبة الأوروبيين وليكن هو إيه فكرة الدور السعودي وحرجه دور السعودي وفوق رأسنا من فوق بس أنا لا أتكلم على تعرض المصالح في هذا الاختيار أنت بصدد مباراة مع منافس صاحب النادي ورئيسه أو صاحب النادي ومنشئه مسؤول في الدور السعودي وهو صاحب فكرة استخدام الحكام الأجانب وعلى اتصال بالدورة حتى وإن كان طبيعة المنصب مختلفة دلوقت لكن ونحن مش بنتكلم على أنت إزاي تقدر تدرأ أي شبهات مش إحنا بنتكلم على أعلى معايير الشفافية والنزاهة إحنا مش بنتكلم على أنت كالتحاد كرة مصري هي دقت في وشك خالص يعني الفكرة اللي هل يدفع فلوس ويتكلم على طبيعة الاختيار فتجيب حكم لعب في الشهرين لعب في الدور السعودي أكتر ما لعب في الدور الكرواتي في الشهر يطلع لك لسانه نقص يطلع لنا لسانه جاب لك كل الشروط اللي أنت معترض عليها يعني أنت ممكن تجيب لي واحد من السربيا بس هو يعني أجنبي يعني من دوري أجنبي بيحكم في دوري أجنبي عشان يبقى بالموصفات الأجنبية اللي أنت عايزها وهي اللي تخليك في المحلي لكن لما يبقى هو أجنبي لكن معظم نشاطه في الخليج ما يبقاش هنا ده هو أجنبي زي ما كون أنا مهندس أمريكاني بشتغل في حتة وده مقيم مش حتى زائر يعني ده مقيم أنا بقول لك يكاد يكون مقيم فأنت في الحالة دي ما ينفعش تقول لي أنا جبت لك حكم أجنبي ده مش حكم أجنبي أجنبي يعني إيه يعني من دوري أجنبي يعني مش عارف حاجة عنك هو خلاص يعني غير متاح تحقق الهدف الاستراتيجي والكلام حيبقى يقول لك عشان خسره مش عشان خسره طيب نيجي بقى عشان خسره يعني من دوري بينما ينفعش يكاد